أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن خفض التوتر في الخليج يصب في صالح المنطقة والعالم ونقل بيان للرئاسة الإيرانية عن أمير قطر تأكيده أن الدوحة لن تألوى جهداً لخفض التوتر في الخليج وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني من جانبه أكد روحاني أن استقرار المياه الخليجية وأمنها يكون من خلال الدول المطلة عليها ومن خلال تنسيقات أمنية مشتركة وفي سياق متصل بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواب ضريف زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث التطورات في منطقة الخليج ينضم إلينا من العاصمة القطرية الدوحة مراسلنا سلمان النجار إذن سلمان أمير قطر يلتقى بوزير الخارجية الإيراني بعد يوم من اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الإيراني ما هي التفاصيل لديك؟ نعم ماجد بالتأكيد اليوم استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وزير الخارجية الإيراني محمد جواب ضريف الذي كان وصل مساء أمس إلى الدوحة وأجرى لقاء مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لا كثير من التفاصيل حول هذا اللقاء الذي جمع أمير قطر بجواب ضريف ولكن الجانبان ناقشا العلاقات الثنائية بالتأكيد وأوضاع المنطقة بشكل عام لكن السياق الذي تأتي به الزيارة هو سياق مهم جدا إيران وعبر تصريحات مسؤوليها عبر تصريح جواب ضريف أمس لبعض وسائل الإعلام الإيرانية قال إن التحالفات الأجنبية التي تحاول تأمين الخليج فشلت قبل أن تبدأ وقال إن أمن الخليج هو مسؤولية مشتركة ربما في هذا السياق يبحث جواب ضريف مع المسؤولين القطريين وعلى رأسهم أمير قطر ربما حول بعض التفاهمات ربما حول بعض ما وصل إليه الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الغربية ما وصلت إليه أيضا العقوبات من الولايات المتحدة على طهران إيران تحاول أن توصل الرسالة إلى المجتمع الدولي وإلى الدول العربية على الضفة الأخرى من الخليج بأنها تحاول منع التصعيد تحاول أيضا إيصار رسائل بأنها تؤمن منطقة الخليج وبأنها هي والدول العربية على الضفة الأخرى من الخليج هما القادران على تأمين منطقة الخليج وتأمين مضيق هرمز بشكل عام اليوم يختتم وزير الخارجية الإيراني زيارته للدوحة وسنكون في متابعة لما قد يصدر عن هذه الزيارة أو حول تفاصيل ما بحثه مع المسؤولين القطريين شكرا لك مرسلنا سلمان النجار كنت معنا من الدوحة